بسم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكل الاخوة الكرام مرة اخرى الى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية من خلال كتاب يليغ كالعادة طبعا لازلنا مع الصوت صوت ي كما رأينا رأينا بان هذا الصوت يكتب اي اي ورأينا ايضا بانه ممكن انه يكتب اي اي كما في كلمة ي ي طبعا ي لز يه هذه الجامعة الى زوج اي يعني نتكلم عن عين المعتداء distribution الاعين او العينين او نقل مثلا ان بشات اوجو إذن نتكلم عن دبيا كما نقول بأعين جميلة إذن رأينا في آخر الصفحة غران بار غميو رابيشات أدوجو لزيو إذن عندنا أولا غران بار غميو اشتركوا في القناة 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 أنا تجمع بين موتر مركبالي معرك الآن نسترقام نسترقام لمقه ونسخم نسترقام نسترقام قولة الرسم 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 نسترقام 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 لأرتدي كانت لقد رسم قولة هذه السورة بيبارة أخرى رغارة سيلا من الممي مجرد ما كيس كونا إسي هن نع لالين جون رغارة سي لالين جون الا كو ربزاند لالين جون پو لعواة ولا سيلا روت كو ربزاند لالين جون پو و ست روت إذن مدين يمتل خاط الأسفر بنسبل هذه التاريق Alors, la ligne jaune représente le milieu de la route. Le milieu de la route. Le milieu de la route. C'est exactement le même mot qu'on a déjà vu. Regardez là, la grand-mère a posé la soupe au milieu de la table. Lorsque du milieu est un milieu de la route. La naprawdę de la route. C'est-à-dire que la nouvelle et des participants sont le milieu. C'est-à-dire que la vie de la route. Mais la vie de la route est une même chose à la langue française. C'est-à-dire que la vie de la route. Et c'est-à-dire qu'on a des ans aussi à la route. Le milieu de vie. Donc, la vie de la route. C'est-à-dire qu'on a la route. C'est-à-dire qu'on a la route. يوجد الانسان نا نقول لديهما munيحسس ázdara نا نقول لديه مقصود في ححت المكان في المرة والعمل معه سألنا أيها المج orbitals المكان في المرة المئكل في المرة في أريقنا خلالة التسخف و نتأكد ما يكَأَ موجودها نتأكد ما أخذ لن نعُقل لن نعُقل فقل ب deny الممر اذا كان لبس وضعه دكار البقرة لبس الطاور انظروا على الموجه هذه الموجه تصنعه أمس موجه ربح الموجه موجه هناك لكن يمكن أن تفعل ذلك الذي يسرق بيضاء يمكن أن يسرق طورا لأن المشكلة في السرقة هو أن الإنسان يسمح لنفسه أن يسرق مدام أنه يسمح لنفسه بهذا الأمر طبعا يستطيع أن يفعل هذا الأمر مع أي شيء كلم صاحب اللم making millimeter كما قلنا بالرغم الزررة الإحداثم الزرق أو الحكوم من سنسور ن issuing فكرة mirاش وتضيق ذلك لا نستطيع دالح نقول فكرة مستطيع كما نقول تسع ساعة وممكن تعني هذه الكلمة أيضا تسع ساعة مثلا نقول أنا أمضيت تسع ساعة أنا أمضيت تسع ساعة أنا أمضيت تسع ساعة أنا أمضيت تسع ساعة نحن نقول لكي أمضيت تسع ساعة ونقول لكي أمضيت تسع ساعة ساعة لا تعطينا صوت S لأنها لم تتبع بـ Y أو بـ E أو بـ E إذا كانت S متبع بـ E أو متبع بـ E أو متبع بـ E أو متبع بـ Y فالحالة تنطق كـ S أو في هذه الحالة من الممكن تتبعوها هذه الأحرف باش تنطق لنا كـ S سنزيد لها سيديل سنزيد لها سيديل كما رأينا اللي بحالة الخمسة بأسفل C أنا طبعا لم تتبعوها هذه الحالة إذا ستنطق كـ K ستعطي الصوت كـ إذا لكوة فر 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 لكوة فر لكوة فر إذا نتكلم عن الحلاق لكوة فر الحلاق فر إمرأة كبيرة السن إمرأة المسنة طبعا في المؤنث نقول أما في المذكر فنقول لكن في حالة أخرى طبعا في كلمة هناك بعض الكلمات التي تكون مبدوئة أو أنها قريبة من هذا الأمر مثلا كلمة طبعا هذا أش لا تنطق تقريبا كما تلاحظه إذن كأننا نطق هذه الكلمة ابتداء من إذن نقول ولكن كلمة تكتب بآل واحدة نقول مثلا رجل محسين إذن تكتب بآل واحدة إذن في المذكر كما قلنا في حالة إذا كانت الكلمة مبدوئة بإن كونسون يعني ما تكون مبدوئة بإن كونسون كما في كلمة موسيو إذن هنا نقول ان فيو ان فيو موسيو ان فيو موسيو سيد كبير سين سيد الموسين سيد الموسين طبعلا تقرأ كما هي مكتوبة موسيو نقول موسيو نقول مثلا مدامز موسيو مدامز موسيو إذن سيداتي و سيداتي سيداتي و سيداتي موسيو 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 أحدث موسيو وأحدث من موسيو إذن AkuBU commentaires سلطة إذن أخفر اذا ي Özيو قال الي بو اذن أخذك ان أخضة سيدنا منذ نعول ايد نقوم بقية نفرح quelques exemples المرأة إلهائ إلهائ يجب أنه موسين موسين ممكن أن نتحدث عنه شخص عندما direه إلهائ موسين آه نتحدث عنه ما نقوله إلهائ هو كادم هوا قادم حسب استعمال هذه الكلمة كما رأينا إذا وصفنا بها شخصا المقصود بأنه موسيم إذا وصفنا بها شيئا المقصود أنه قديم ،نحن المزادين،نحن مثل الجيد. نحن المزادين وصف المزادينompاد يت biologyام بها وصفنا في المساوط المزادين او ميليو دو الطابل بحقان تخصينا او ميليو بجرد إذن عندنا في وسط الحديقة في وسط الحديقة دائما الكلمة او ميليو المقصود بها في وسط لو ميليو المقصود بها الواسط المقصود بها الواسط أو الواسط حسب الاستعمال الكلمة أيضا كما رأينا إذن إليه يوه هو مصين او هو قادم حسب الاستعمال واجتنصفه الشخص او الشيء هنا او ميليو دو جرد او ميليو دو جرد إذن عندنا هذه الأصوات يوه في كلمة فيوه ثم في كلمة ميليو يوه ميليو إليه يوه او ميليو دو جرد نقول مثلا او ميليو دو جرد بواسط الحديقة إليه دو روز في وسط الحديقة هناك ورود ثم ننخلق دو موه او فيا بالإعجابل فيا اوك مو فيا اوك مو طبعاً إذا ما نقول تو فيا، انت تأتي ونقا صرف ديال لمرض فيا لجاء إذن فيا اوك مو تعال معي أجي معي فينّا أفك مو سالوغرب افنير افنين مصارفه هذا مجرد تنشوفنا رأتينا عمر هنا إذاً مصارف الامر إذاً هنالوغرب ونير يوجد 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 أفنير يوجد 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 فينّا يوجد ونزل أفن painted يوجد فينّا أفن ثم ونزل تيين بيان رأينا هاد العبارة يعني ايش الدم زيان طبعاً سالو verب تنير هنا فيا سالو verب venir هنا تنين سالو verب تنير تنير باريزون بالموى جتين لستيلو كما نقول انا امسك القلم تنين بيان لشيا ينين امسك جيدن الكلب تيابيان لشيا ثم هناك سالو بارغرف يوجد كم تترى بدا عندنا دي الفقرة التي عندنا كعنوان لازورة 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 كم نرى لازورة تنين بيان تنين بيان تنين بيان انت سالترينها تنين بيان تنين بيان انا لا استطيع قولها لكي سيتون سوربريز انا مفاجأة مدام انا مفاجأة فلن اقولها لكي سيتون سوربريز اذا عندنا هنا لا سوربريز المفاجأة اذا عندنا مينة ثم عندنا اس سوربريز ايت سوربريز اطابل كل شي حرفنا ناقص كما تنشوفو كم يمكن يكون الحرف هذا اللي هنا مينة عندنا هد عندنا هد الكلمة طبعا ناقص واحد الحرف هنا مينة ثم سوربريز سوربريز اطابل طبعا كما رأينا تنشوفو لو فارب سوربريز ممصرفش فكما هو مسبوق بسور وبيتونير في حالات اخرى طبعا نتكلم عن لو فارب تونير انك تقبض شيئا اما هنا لو فارب سورب تونير كما لو ان الشخص مثلا انه يمسك نفسه انه يمسك نفسه مدم ان الفعل صادر من الشخص وإليه انه يمسك نفسه اذا طبعا الفعل نسبقه بهذا السور اذا الفعل كم تلاحظوا بانه ممصرفش كما شخص يكون مسبوق يا اما بالPOUR مثلا يكون مسبوق بـ type يكون مسبوق بـ A مع أكسون مثلا تكلموش على الーピواغ لانا تكلم عن A الخاصة بـ avoir لانا تكلم عن A الخاصة بـ avoir لا تكلم عن A الخاصة بـ avoir لانا تكلم عن A مع أكسون طبعا تكلم عن la preposition لانا تكلم عن الحرف لانا تكلم عن الفعل تنقول جي تيع unlocked هذا را فعل هذا ولكن عندما نقول هذا عرف هذا عرف أنا أذهب إلى المدرسة إذاً هذه إلى هي هذه أ طبعاً ماشي دي ما تتعني إلى الحساب المعنى في اللغة الفرنسية الحساب الجملة طبعاً ثم هناك الحالة الأخرى طبعاً لكي لا يصرف الفعل الذي سيأتي بعد هي عندما يكون مسبوقاً بفعل آخر هو عندما يكون مسبوقاً بفعل آخر طبعاً عندنا مينة أكيد سيكون مرافعاً ثم الفعل الثاني ثم أطابل إذاً مينة سي سي إذاً ستكون عندنا أ هنا الحرف اللي سنزيد هنا هو أ طبعاً هو اللي ستصرف بالطريقة مينة سي مينة سي مينة سي إذاً مينة تعريف ستونير إذاً طبعاً مينة تعريف مينة سي ستونير أطابل إذاً مينة تعريف تمسك نفسها أطابل هادي ستون preposition هادي طبعي لك المرافع الفعل ما تتصرف شعور تاني جوة أ لا يكون إذاً ستعمل هذا أما أ الأخرى اللي ما عنداش أكسون هادي قدر أفواغ عندما يأتي الفعل مساعداً أو عندما يأتي له ذرب أفواغ بعده اسمون فيفيد فيفيد الملكية إذاً ممكن نقول مثلاً مينة أمانجي إن بوم إذاً مينة أكلت تفاحاتاً أو نقول مثلاً مينة أأنكارطابل مينة عندها محفظة إذاً هاد أ دي الأفواغ طبعاً لو ذرب أفواغ كما تشوفوا ممكن تستعمل كمساعد وممكن يستعمل كفعل يفيد الملكية مينة سيسوتونية إذاً مينة سيسوتو نيغ أاطابل مينة تعريف سيتو نيغ يعني تمسك نفسها أقول هنا كمان هو نقول يمسك نفسه هنا كمان هو الفعل تبقى هكذا ميمة سيتو نيغ يعني كمان هو يمسك نفسه إلى غيرك ولكن ما ذكرنا مينة تنجيب هذا المعنى مع هذا تنفهم بأنها تمسك نفسها يعني خاصة نكمل من عندنا يذن مينة تعريف كما نقول يمسك نفسه لأن الفئة ما مصرفش ولكن ما ذكرنا هنا مينة تعريف يذن نكمل حنا المعنى مينة تعريف تمسك نفسها عند المائدة هي لا تتكلم طبعا هذا المعنى المقصود بأن مينة تعريف تجليس في المائدة مينة تعريف تجليس في المائدة يعني أنها تتأخذ راحتها أنها تجليس معتدلة بمعنى آخر تدقلس مقادة هذا هو المقصود بهذا الكلم مينة سيسو تونيغ أطابل هي لا تتكلم إذن من ضمن أن مينة تعريف تمسك نفسها عند المائدة أنه تغلبها إذن من ضمنها أنها لا تتكلم التابية سافرشات هي تمسك جيدا سافرشات طبعا ذكرنا كما سابق سافرشات سافرشات إذن هي تمسك جيدا هذا الشوك التابية سافرشات الاميريتي في ريكمبونس إذن هي تستحق طبعا لذارب ميريتي المقصود به فعل استحق الاميريتي إذن واضح بأنه لباسي كومبوزي بذارب ميريتي إذن هذا الباسي كومبوزي الخاص بفعل ميريتي كما تلاحظو عندنا لأكسيليار لأكسيليار أفوار عندنا أفوار نجا كمساعد الاميريتي إذن هي استحقت إن ريكمبونس تستحق إن ريكمبونس طبعا للا ريكمبونس المقصود به أنك تتجازي واحد شخص أنك تجازي شخصا طبعا لنتكلم عن أنكادو أنكادو المقصود به هدية أنك تُعطيها الشخص في مناسبة مثلا في مناسبة ما أنك تُعطي هدية طبعا للا ريكمبونس ستكون مقابل وحد العمل إذن كمجازات لمينة التي تجلز مهدبة أنها تمسك نفسها جيدا مثلا كما رأينا ثم أنها لا تتكلم ولا تحدث ضجيجا إذن تأتي المكافأة إذن المقصود به المكافأة إن ريكمبونس المكافأة إن ريكمبونس إذن تأتي المكافأة إذن تأتي المكافأة فيا أفك مو منا دي grand-père فيا أفك مو منا دي grand-père تآلي معي منا تآلي معي منا دي grand-père يقول الجد فيا أفك مو منا دي grand-père فيا نفس كلمة هنا فيا تآلا فيا أفك مو تآلي معي أو تأتي المكافأة منا دي grand-père يقول الجد إذن المكافأة أو جاردان أو دي منا إذن المكافأة أو جاردان طبعا تنعرف بأنه تنصرفوه في البرزن معه إذن المكافأة تعطينا نقول الجوهي تُوَّا إِلْفَا ثم نوزعلو فوزعلو ثم إِلْفَا طبعا هنا ما عدناش إِلْفَا نعدنا إِلْسَانْفَا هذا طبعا لو فيغب صنالي سالو فيغب صنالي طبعا تتكون معه هدن هو تتصرفها كده تتصرف بسه هدن السولي عدنا ثم عدنا أن ثم لفر بألي ألي كمّل الصرف بحال لفر بألي مع إِلْفَا فقط سنوضف له هدن السو نوضف له السو ثم نوضف له هدن مع إِلْفَا إِلْسَانْفَا كما نقول بأنهم ذهبوا في تجاه ذهبوا في تجاه ما أو جاردان إلى الحديقة إِلْسَانْفَا أو جاردان أو ديمنى أو حين تقُل слова كالتفالي لديس المنزل هناك أجانبائة وكبر بുداتك كالتفالي فى خلالخ ملا يمتلك المنزل في وسط الحديقة في قفاس داخل قفاس دانزين كاج الكاج المقصود بالقفاس إليا هناك إذن في قفاس إليا هناك هناك ماذا؟ كسك إليا؟ إن جولي بيشات إليا هناك يومينا في ق Learning إن جولي بيشات إليا هناك tecnología إليا هناك أما في chamber يوميا جولي بيشات كذلك مقصود بالقرف كذلك طاولتين وبعينين صغيرتين لطيفتين لطيفتين كما نقول طبعا في المؤنث نقول دوس ولكن كما رأينا فيما سبق العين هي كلمة مذكرة هنا كما تلاحظوا ما قلناش طبعا كما في اللغة العربية العين كلمة مؤنثة في اللغة الفرنسية كلمة العين كلمة مذكرة كما تلاحظون عدنا دي بوتي ما عدناش دي بوتيت دي بوتيت نقولها للمؤنث هنا دي بوتي نقولها للمذكر دي بوتيزيو تخيدو إذا نتكلم عن عينين صغيرتين كما نقول عينين صغيرتين تخيدو لطيفتين إذا أكيد أنها مفاجأة جميلة لميناء من جدية طبعا نستأنف مع ما تبقى إن شاء الله في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر